قالت مصادر مطلعة أن مستشار قائد المحور عبدالفرحان سالم أبلغ قائد المحور خالد فاضل بتجهيز قوة عسكرية قبلية إذا أرادوا القبض على قتلة نجل أمين عبدالسعيد ومرافقه المغربي وأضافت المصادر أن سالم طلب من خالد فاضل أن يبلغ أمين عبدالفرحان سعيد بأن يجهز قوة من بلاده وأتباعه للقبض على المجرمين الذين قتلوا نجله الطالب عبدالله أمين وأنه سيتعون معهم بقوة مشتركة من ألوية تعز وقالت المصادر أن سالم أكد لخالد فاضل أن غالبية المطلوبين يحميهم حمود المخلافي ويجب تشكيل قوة مشتركة تساهم فيها جبل حبشي بمقاتلين للقبض على الجناة ومن يتسترون عليهم في الجبهات ترجمة نانسي قنقر